وفي ذات السياق أكد غبطة الكاردينال بيرباتي سابت سبالة بطريارك القدس للاتين على أهمية دعم المجتمع المسيحي في غزة والضفة الغربية من خلال الاستمرار بالمساعدات الإنسانية وأضاف لا يمكن الحديث عن السلام في الوقت الراهن فالوضع الحالي في الأرض المقدسة مع استمرار الصراعي في المنطقة صعب للغاية وهناك حاجة ملحة للعمل من أجل وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية إلا أن النية للسلام يبدو مفقودة وتتطلب قيادة سياسية ودينية قادرة على قيادة الأزمة وأكد غبطته على الالتزام بفتح العيادات والمدرسة المغلقة منذ عام وإعادة بناء العلاقات التي تساعد على الخروج من وطأة الاستبداد وخلق فرص عمل حتى لو كانت غير كافية وختم الكاردينال بيت سبالة بالقول إن الجميع يمكنهم فعل شيئا من أجل تحقيق السلام إذ أن السلام هو ثقافة وتعليم وإعلام كما أن ثقافة المصالحة يجب تعزيزها للخروج من وطأة الاستبداد ترجمة نانسي قنقر